السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح اليوم هنشوفي إزاي نغير الURL الخاص بالبروفايل الخاص بنا على الفيسبوك طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة طيب زي ما حضرتك عارف احنا الأول كنا بنغير الURL يعني لو فتحت الفيسبوك هدخل على الملف الشخصي هضغط على التلات نقاط هنا الURL او الرابط الخاص بي كنا الأول بنقدر نغيره من داخل الفيسبوك دلوقتي ما عادش متاح ان احنا نغيره من داخل الفيسبوك طيب علشان نغير الرابط بتاعنا او الURL لازم نفتح كده الماسينجر هنبتدي ننزل الماسينجر وبعد ما هننزل الماسينجر هنعمل تسجيل دخول هضغط على التلات نقاط ومن التلات نقاط هضغط على الترس ومن الترس هبتدي ادور على حاجة اسمها اسم المستخدم زي ما حضرتك شايف اسم المستخدم هضغط عليه بالشكل ده وهضغط على الاسم بالشكل ده هنا هيقول لي ادخل اسم المستخدم هنا بعد ما حضرتك بتدخل اسم المستخدم طيب خلونا كده نكتب اي اسم مستخدم هبتدي اكتب ميدو مثلا نقطة وبعدين شو وبعدين حكتب رقم بالشكل ده يبقى ميدو نقطة شو تلات وحايد وهعمل حفظ نركز على اليوزر نيم اللي احنا عملناه بالفعل احنا كده عملنا اليوزر نيم ده او بالفعل احنا غيرنا الرابط بتاعنا او اليو ار اللي الخاص بينا طيب خلونا كده نشوف هو تطبق الكلام ده ولا لأ هنروح كده نفتح الفيسبوك بياخد ثواني بسيطة ويتطبق اللي احنا عملناه هضغط على الصورة بتاعتي وبعدين هضغط على التلات نقاط وبعدين زي ما حضرتك شايف كده قدرت اغير اليوزر نيم او قدرت اغير الرابط بتاعي لميدو نقطة شو تلات وحايد لو حضرتك شفت في بداية الفيديو كان ديو ار اللي مش متغير يعني كان حروف كتير دلوقتي انا اختصرته ولو رحت كده فتحت اي متصفح عندي وعملت لصق هبتدي ادخل على جوجل وعملت لصق بالشكل ده حليق انه هيوديني على البروفايل الخاص بي وبكده يكون انتهى شرح اليوم اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة علشان